موضوع حول التسويق الإلكتروني والخدمات سوف نرى مجموعة من النقاط التي يريدون أن تعملوا في قطاع الخدمات على ذلك كانت دورة كوينية في الفريلانسر سوف نقدمها لكم بالمجانة سوف نقوم بإمكانكم في البروك لكي تستفيدوا منها وتعليموا قليلاً وتخدموا في مواقع الخدمات لأنها بصراحة رائعة جداً ومصدر دخل إضافي لأنه لا يتمدون فقط على التجارة الإلكترونية فاعتمدوا على الخدمات والتجارة الإلكترونية لأنه عندكم أهم شيء الذي يجعلكم أقوى في هذا المجال هذا هو المهارات التسويق الإلكتروني انتلاقاً من بلاتفورم فيسبوك وكذلك ربما فيكم شات تعلمنا بلاتفورم الخرية بحلقة جوجل أدس، شويتوب أدس وتيك توك، سناك شات ومجموعة من منصات التي يجب أن نتعلمها أيضاً إذن أول نقطة فهذه الحصة هذه سنتناوله يعني كرؤوس أقلاً فقط جوج أشياء إما أنك تشتغل Drop Service يعني إعادة الاستثمار أو إعادة الاشتغال على الخدمات التي يقدمها الآخرين وما يسمى بالSMA وهي وكالة خدمات الإلكترونية وبالأساس في مواقع السوشيال ميديا أيضاً يجب أن نعرف ما هو الخدمات التي تشتغل عليها فمثلاً ممكن تخدم على خدمات مثل إنشاء مواقع الويب ممكن تشتغل مثلاً على التصوير ممكن تشتغل مثلاً على التسويق وهذا هو المهارات التي ربما أنك تسبت وقت التكوين هذا هو التسويق ممكن تشتغل على مهارات التعليق الصوتي المونتاج بعض المهارات هنا كانت توفر عليهم بعض المهارات هنا كانت توفر عليهم وهي التسويق وربما مهارات أخرى لا نتوفر عليها وعدم توفر عليها مشي شرط لأنه ممكن تشتغل Drop Service هذا الشيء الذي لا تشتغل ليه هذا يتشتغل Drop Service الأشياء التي تعرف ليها بالأساس هو التسويق الإلكتروني نعمل بـ SMME وهي وكالة تسويق إلكتروني ببساطة ثم أيضاً لازم أن نبحث ونجس على ما هي المؤسسات والشركات وربما المدارس أو المحلات التي تعتمد على طرق تقليدية في التسويق باقيكة تتمدل على الفلاير باقيكة تتمدل على الملساقات باقيكة تتمدل على الجريدة يعني هذه الشركة هذه فلابد أننا نبحث عنها كل واحدة في مدينة وفاشكين كل واحدة يقلب على ما هي هذه الشركة هذه فما هي الطرق البحث والتجسس سنرىها كذلك ثم خلق فريق عمل فلابد أنك تخلق واحد فريق عمل خاص بك يضم مجموعة من الشباب لعندهم مهارات وخبرة في إطار ما يسمى التوظيف المؤقت التوظيف المؤقت فمثلا فيكم اللي يدفع البرنامج فورصار سؤوله من الأسئلة لسؤولكم على واش هذا الشباب اللي غيشتغلوا معاك واش يعني تشغيل دائم أو تشغيل مؤقت يعني أي شركة عندها موظفين كتشغلهم كتشتغلوا عندها بشكل مؤقت يعني أنه وقت ما جاءت عندك شي سيرفيس مثلا ذي التصوير الإلكتروني كتدوزال واحد من الناس اللي هما ضمن التيم ديالك مش بالضرورة أنك تكون كتتعرف لذيك المهارات على أساس أنك أنت تتعود تزيد التمن فمثلا كتمشي الفايفر أو خمسات أو مستقيل أو أي موقع ديال الخدمات كتلقى أشخاص يقدموا مثلا بـ 30 دولار أو 40 دولار فانتا ذيك الخدمة كتقدمها في موقع ديالك أو 13 ديالك أو في المحتوى أو المكان اللي قد تقدم فيه لمحتوى ديالك بتمن أكتر وبصراحة الناس كيزيدوا تمن بشكل كبير فمثلا في فايفر تقدر تخدمة 10 دولار 100 درهم وإنت تقدر تبيعك يعني الثمن اللي هو كبير تقريبا 40 دولار حتى 50 50 دولار يعني يبيعوا الناس بشكل كبير اللي هو شاسع شاسع جدا من الأشياء اللي ممكن نشتغل عليها ضمن الخدمات تسويق الإلكتروني وتسويق الإلكتروني هو هو السيد ديال الخدمات اللي كي يعرف التسويق الإلكتروني كي يكون هو الباترون على أي خدمات أخرى لأن التسويق الإلكتروني أو اللي كي يعرف التسويق الإلكتروني هو اللي كي يقدر يجيب الخدمات فمثلا واحد السيد كي يعرف التعليق الصوتي هذا السيد هذا في موقع ضعيف لأنه عاجز عن إحضار الخدمات صعيب للي يجيب شيء 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 خدمة يجيب الخدمات ولكن يحتاج المهارات فلي عنده مهارات كي يستثمر في ذلك المهارات دياله واللي ما عندوش ذلك المهارات فلا قد انه يبحث على الشباب لعندهم ذلك المهارات ويأتيهم واحد نسبة كي يخدم معهم البرسونتاج وكي يخدم معهم مثلا بمقابل مادي متفق عليه ثم مثلا خدمة برمجة المواقع لكي أعرف برمجة المواقع ثم خدمة المونتاج وهذه الأشياء ليه مطلوبة جدا ممكن أن نشتغل في خدمات تصوير فإذا كانت في المدينة ديالي بتعليق صوتي الاستشارات فلابدأ أي واحد فينا كي يعرفش مجال معين لربما أنتم الآن عندكم واحدة رائعة جيدة بالفيسبوك آت فلابدأني ننديل استشارات أو نقدم استشارات في هذا الجانب هذا لا حرج وما تعتمدون فقط هذا الشيء يتيتكم هنا يا الواحد يمشي يبحث ويكون شخصية ديره في هذا المجال للتسويق الإلكترونيك خدمة التصميم فهي مهمة جدا كان فقط بعض الأشخاص يشتغلون غير بكانفا برو ويقدموا خدمات تصميم وكانت أصفار رائعة جدا وممكن هنا أنك تنسق مع جمعية لأن وكانت أصفار الخطر فيها أنه مثلا إلى حادثات سير أو شيء من هذا القبيل فكيكون هنا مشكل مشكل في تنظيم الرحلات لهذا لا يجب أن ننسق مع جمعية قانونية شيء جمعية مثلا وجمعية ضاسية جدا من السهل تأسس جمعية في ظرف ثلاثة أيام أو أربع أيام ممكن تأسس جمعية خاصة بك أو تنسق مع جمعية أخرى على أساس أنك تنظم رحلات يعمل شباب ينطرون رحلات ويصعب على اليوم أن يجمعوا جروبات يمشون يصعب على اليوم أن يجمعوا جروبات يمشون في ذلك الرحلة فأنت عندك المهارة تسويق الإلكتروني من السهل أنك تنسق فقط تحملها في الفيسبوك ويجب أن تعرفوا أن الوكالة الأصفر أو الإشارات الأصفر هي أرخص الحملات يعني نقدر نضعنا مئة درامو نجمع بها ونعمر بها كاملها بـ 31 حتى أنك تضع رحلات دولية لتركيا مثلاً فكثير من الشباب الذين يدعون في التكوين ونظموا رحلات تكوينية لتركيا انطلاقاً من السهل الإلكتروني لكن هذا كانت تعقيدات قليلاً في السفر الدولي بسبب كورونا لكن ممكن أن نعمل هنا في المغرب ونظم رحلة وتلقى لديها الآد وضغيارها تجمع أو سير عند وكالة أصفرة تقول لهم أنا أريد أن نجيب لكم نجيب لكم عفوا الناس الذين ستسجلوا عندكم وكتأخذوا البرسونتاج يعني نعمل في قطاع الخدمات قطاع مهم جداً بصراحة قطاع الخدمات يتفوق على مجموعة من المجالات في جميع أنحاء العالم فحتى لك تشوفه في المغرب هنا يا عندنا الفلاحة عندنا الخدمات ثم الصناع قطاع الفلاحة ثم الخدمات على الصناع هو من المترقب أن الخدمات تولي في الرتبة الأولى على غرار الدول الأخرى ثم رحلات دولية كما ذكرت ثم فنادق يعني ممكن أن نعمل إذا تعرفوا الصيف جاي فكتكون هذه المسألة حجز الفنادق فممكن أنك تدير تترويج بالاتفاق مع فنادق معينة سهلة تمشي أي فندق يعني كتطلب التواصل أو تهدر مع الجيرون ذلك المسؤولة حول ذلك الفندق وتتقول لي بأنني متخصص في التسويق الإلكتروني ونقوم بعمل حملات إعلانية لهذا المكان لكم وأردت برصنطاج أو نسبة عن كل شخص أنا أردت لكم مثلاً للفندق فهذه الأشياء التي تمكن أن تعمل عليها أيضاً ما سنقوم بكم في فيديو مسجل هو الإشارة للحملات السياسية فبصراحة الانتخابات فشكة تكون كل شيء يكون الأحزاب أو تكبع لإعلانات فيسبوك واليوتيوب وغيرها والحمد لله الناس الذين كانت ذاتوا عندي في التدريب فكثير منهم قام بإطلاق حملات إعلانية للأحزاب السياسية بطريقة الحديثة لأنه كتعرف الطريقة التقليدية التي يتمكن للأحزاب هو أنهم يفرقوا الوراق الشوائع فلماذا لا؟ أنا ما ننقلهم لتريقة جديدة هي التسويق الإلكتروني إذن نشوفوا مثلاً نموذجين في هذه الحصة نشوفوا نموذج دير وكالة أصفار بشكل صبيقي ونموذج دير بحث عن الشركات تحتاج لمن يعمل لها إعلان كيفاش نتقلب على هذه الشركات هذه لكي نعرف أن هذه الشركة محتاجة أن ننجر لها الإشارة إذن ندخل إلى ترتج الشاشة بشكل كامل إذن ندخل إلى جوجل وندخل إلى هذه المنصة هذه المنصة الـ Ads Library أفضل بشكل كامل هذه المنصة الـ Ads Library أتمنى أن تقوم بعمل على هذه المنصة الـ Ads Library أتمنى أن تقوم بعمل على هذه المنصة الـ Ads Library هناك حسناً أقوم بعمل على هذه المنصة الـ Ads Library أتمنى أن تقوم بعمل على هذا المنصة الـ Ads Library فكالة أتمنى أن تقوم بعملillä وcium عمل المنصة الـ Ads Library أنا أهمني مثلاً هنا في المغرب وهذه هي الطريقة التي أفعلها أنا شخصياً لكي أعطيها لكم لإنشاء الشركات لهم إشهار والحمد لله عندي عدد كثير من الشركات والمحلات التي حالياً طرق لهم إشهار وإنشاء معهم إشتراك لمدة شهر تقريباً أن يكون خلاص على شهري فنشرح لكم هذه المسائل أيضاً يجب أن تضع شهر من أجل وأمر واضح ستكتب فيها جميع الشركات التي كانت في المدينة لك مثلاً تعملها في المدينة لك في البداية مثلاً ساكن في قازا تقريباً لديها لسات من الشركات التي كانت في المدينة الضار البيضاء كل شيء واحد مثلاً يجباً لديها اسمية الشركات كاملة التي كانت في الضار البيضاء ثنطرهم في جدول جدول آخر يجب أن يجب أن يجب جميع المدارس لكي يكون في مدينة الدار البيضة يجب أن يجب أن يجب جميع المقاهي في الدار البيضة جميع الفناظر لكي ناء في الدار البيضاء يعني أنا وجدت تقريباً واحدة خمسة ولا ستدية الورقات خاصة بالمؤسسات والشركات والمدارس وغيرها والمحلات التجارية كذلك كتبيرها من بعد كتبت لهنا يا هاد فئة الإعلان هاد فئة الإعلان غدد كل الإعلانات سأذهب هنا و سأكتب مثلاً اسمية للك الشركة أنا مثلاً أريد أن أطلق إشهار المؤسسة الإزينو مثلاً فأنا سأكتب هنا إزينو إلتادي إذا تلقيت أن إزينو دائرة إشهار فأصابتها لكي ترى شركة أخرى مثلاً أنا لدي شركة اسمتها إنوي في مدينة أقاذي فأنا سأكتب اسمية الإنوي هنا لاحظ إلا تترى إنوي هنا فأنا أعلم أن هذه الشركة اسمتها إنوي مثلاً شركة الحواج لا يمكن أن ترى إشهارات سأكتب أخرى شركة اسمتها المغرب المغرب ونقلب إلى تحت لي شركة اسمتها صفت ترقى إشهارات لاحظة لم يكن هناك شركة اسمتها صفت ترقى إشهارات يعني هذه شركة تقلب إلى بنت لك شركة صفت ونضرب عليها لا تلقي لها علامة هذه إيجابية هذه سنقلب على رقم الهاتف هذه مدرسة صفت الخاصة مثلا لا تلقي إشهار أو لا فعلا هذا تلقي إشهار هذا لا دعي أن نتعامل معهم لاحظة هذا تلقي إشهار نفس الشيء يأتي أي شركة يريد أن تكتب اسمتها هنا لكي تعرف ماذا تلقي إشهار أو ماذا تلقي إشهار إذا لم تلقي إشهار إذا لم تلقي إشهار فخلاص إذن في هذه الفترة لم تلقي إشهار إذا لم تلقي إشهار إذا لم تلقي إشهار سنقوم بإشهار سنقوم بإشهار سنقوم بإشهار نفس الشيء نفس الشيء اكتب أي شركة تتحليك في البال لك أنا فقط إتصالات المغربية أريد أنني موجودة مثل هذا محل لبيع الملابس كنت أعرفه في مدينة أجازير فأكتب اسمه هنا تجد أنه يكون هنا ونضرب عليه في الليست في الأخير في الليست سنقوم بإشهار 10 من الشركات يجب أن تتصل بها عبر الهاتف مباشرة أهل السلام عليكم نحن أحد الموجودة للتصوير نريد أن نقتراح لكم مجموعة من الخدمات التي نقوم بها سوف تأخذ سمع موعدة وكذلك ترغب معها وستبدأ تقتراحها إذا كان هنا المدرسة نقول لك أن أقدركم مجموعة من التكوينات التي نقوم بها ونكررها هنا مثلا تكوين نقول لك هؤلما التكوينات الذوني في المغرب الذي عليهم الطلب هؤلاء التكوينات كانت طلب على مثلاً المساعد الطبي مربيات التعليم الأولي لاحظ وهذه اللغة الفرنسية الإنجليزية تقول لي هؤلاء التكوينات تبلي عليهم طلب كبير وتمشي من هذه المدراسة وتقول لي ما أنا مستعد نتلقى لكم إشهار ونخدم هذا الشيء تعرف مقهى كذلك أو فندق نفس الشيء يقلب هنا يا فندق خد فكرة قولي بأن مجموعة من الفناظق اللي قرب عليكم مثلاً هذا 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 كلها تلقى حملات إعلانية وبتعوا عندهم يعني إقبال كثير فلماذا حتنتوا ما ما تديروش هذه الخدمة هذه ديال التسويق الإلكتروني للفندق ديالكم فذلك شركة مثلاً شركة ديال المجال معين كتب شيء كتب اسميلي لك الشركة إذا طلعت ليك تربع ليها ما طلعت شركة في هذه الشركة يمكن التعامل معها كذلك سير جوجل ترانج وكتب مثلاً حجز فندق كنتمشي مثلاً لجوجل ترانج مثلاً كنت ستتعامل مع فندق فأنتبه 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 كتب ترانج فأنتبه كل شيء المؤسسة وكل شيء شركة بصراحة محتاجين بإطلاق لهم إجارة إذا كنت لكم أنا مجموعة من الأشخاص كنا نردهم هذه المسألة الخدمات بغيتكم تشتغلوا عليها بشكل الأقل يعني من بعدها تكونوا خدامين وكتحركوا لأن إذا لديكم مهارة للتسويق الإلكتروني حتى شيء ما ستكون صعب عليكم سواء خدمات أو التجارة الإلكترونية أو أو التجارة الإلكترونية لأن لديكم الغاز فممكن أن نأخذ حجز أو نكتب هنا فندق ونحن نتفعل أن يقلبونها إلى فندق أو للا في المغرب لاحظ مرة أخرى في البحث على الفنادق لاحظ مدينة تانجا مشكلة في بوغل شبكة الأنترنت ربما ضعيفة شبكة الأنترنت ضعيفة سوف أعطيك واحد الميبيان كتشوف نسبة الطلب على الفنادق وكنا نعرف أن في شرط سعيد شرط منها يكون طلب كبير لها وممكن أن تخدم على المدن الكبيرة في هذا المجال المدن الكبيرة لكن بصراحة المدن النواحي فهذا مسألة للفنادق لا أنصح بالإشتغال لا أنصح بالإشتغال لاحظوا هذه رحلة إلى مدينة الحسيمة فهذا الشخص هذا فقط يطلق حملة إعلانية وكي يقدر أنه يجمع جروب بسهولة مجموعة من الأشخاص يشعر فأنا أهمني هذا هو أنتم تعرفوا الشركات اللي لم تقوم بإشتغال إشتغال في المدينة إذا تلقي تهار عمزية أتمنى أنكم تفعلوا هذه العملية تجير مرحلة لأنك تلقي إشتغال ستكري واحد صفحة إذا استطيع تكري موقع إلكتروني هذا سهل سغير اليوتيوب ويوديومي طريقة إنشاء موقع إلكتروني مثلا وموقع الإلكتروني تحتاج فقط أشياء بسيطة إستضافة إستضافة قمت ais إستضافة لاحظ هذا الشخص يأخذ الفيسبوك خاصة بتسويق الإلكتروني هذا هو، الدور هو أنه يأخذ حملات إعلانية الرد على التعليقات، خطة تسويقية للمشروع وتلقي إشهار، ويجمع عملاء لطلب منه الخدمة للحملة الإعلانية مثلا نأخذ حملاء أخذ كلمات في هذا الشخص، سأتشغل تنسب قليلا، وترى الناس الذين تجدون إشهار، وكانت حملات إعلانية لاحظ هذا هو الفيديو، خير ما هو الفيديو، هو موشن غرافيك خير ما هو موشن غرافيك لاحظ، هذا هو أحزاب السياسية التي تجد حملات إعلانية فممكن كذلك أنك تتعامل مع الأحزاب السياسية ويكون طلب طلب كثير 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 يعني سيكون كنفا برو سيب واحد الخدمة أنك تدير تسويق إلكتروني أولا نشوفه مثلا نمشي كنفا هناك نعطيكم بصراحة أفكار، لكن لازم أنكم تنشووا تقرأ و تبحثوا على هذه المسألة هذه أحزاب في اليوتيوب و في Udemy مثلا على SMMA يقلبوا عليها، إنشاء وكالة الخدمات كيف رأيكم التميز يوجد؟ أحزاب عليها سمحوا لي أن أقوم بعمل الويفي بالتليفون لأنه ضعيف قليلا لدي سوف نقوم بعمل تسويق إلكتروني أو ماركوتينج أو أجونت ماركوتينج سوف نقوم بعمل ماركوتينج سوف قمش بعمل التنمية سوف نقوم بعملات التصوير هذا هو سوف تركيش الشركة سريالي مثلاً على أساس أنك تدير الخدمة التسويق الإلكتروني نأخذ مثلاً نموذج معين نأخذ مثلاً الكتبية مثلاً أنه يمكنك تفاعل مع المحتوى وتخدم عليها تكتب كتابة بالعربية مثلاً ونصحكم في الكتبية أنكم كتبوا بالعربية والفرنسية لازم أنكم كتبوا بالفرنسية مهمة جداً في الكتبية خاصة كتبوا بالتعامل مع الشركات إذاً هذا فيديو ليس صورة لدي بعض الانترنت ضعيفة بصراحة من الممكن أنكم تتجسي صورة وتخدم عليها من بعد تأتي تصيب أو تطلق حملة إعلانية فمثلاً أنا أنشأت حملة إعلانية هنا تبدأ لها اسميها مثلاً أنا سأسميها لها اسميها مثلاً مثلاً أختيارات ثم تختار الميزانية مثلاً ندير ميزانية الحملة بأكملها ونحن ندير مثلاً هنا 10 دولار مثلاً ممكن مثلاً أنا لدي بسفة الخيارات كان لدي الخيار هذا أنك تجد الإشعار يتطلق في ساعات معينة حتى توقفوا و تحبسوا ولكن تجد الميزانية الحملة الإعلانية كلها لتأكتفة عندك وعيد لا تجد الميزانية اليومية و تجد الحملة كلها ثم تجد عرض خيارات إضافية و تجد تعيين أو تشغيل إعلانات وفقاً لجدول زمني بعد ذلك تمشي الـ Add Set بمعنى أن حددتنا الـ Objective نقصت هذه المرحلة تختار الـ Objective مثلاً نضح الـ WhatsApp و مكالمات و مكالمات و مكالمات و ممكن نضح موقع الإلكتروني و نضح الموقع الإزين و إذا أردت لدي شيء مشكل بعد ذلك تنزل و تحدد توقيت الحملة الإعلانية فمثلاً سأقوم بإشارة وبدأ غضاء غضاء نهار 7 كما ترون أول شيء تقول لي أن الـ Budget قليل لأنني أطلقتها عدة أيام لا يُعقل أن نضح 15$ في الكثير من الأيام نضح 300$ نضح 300$ في الحملة بأكملها 30$ كافية جداً أو ممكن أن نضح أكثر من 30$ لا مشكلة في ذلك إذن ثم نحدد المدة فمثلاً أنا أريدها من نهار 7 حتى نهار سعود حتى نهار سعود تمام؟ إذن أريد أن نضح المساج بلون أحمر نضح المساج نضح المساج هنا نأتي نختار الأوقات مثلاً أنا أريد الإشارة من أوقات معينة نأتي نبدأ نختار فيها نختار مثلاً نختار السعودية مثلاً نختار الأوقات التي تنسبك أو أنك تختار كل الأيام لاحظ أو أيام معينة يعني أنك حر في هذه المسألة تتوقيت بعد ذلك تتحدد الأشخاص الذين يقومون في هذا الموقع الناس الذين ستستدفع تتحدد تختار المسألة تختار المسألة لاحظنا الآن نستدفع تتحدد الشركات لا أريد أن تتحدد الشركات سأضح تصفح سأضح تصفح بيانات الديمغرافية ثم سأضح تصفح بيانات الديمغرافية سأضح العمل سأضح تختار الصناعات أختار الصناعات التي أريدت أنا نكتفي فقط أريد أن نستدفع فقط أطعمها ومطاعم مثلا وأعمال وماليات وغيرها المجتمع والخدمات الاجتماعية مثلا الشركات الزراعة والصيدي إذا كنت أريد أن نبيع الأدوية مثل شخص أحد أحد أصدقائي في التكوين كان أبدي أن يبيع الأدوية الزراعة فأنت أريد أن تقدر هذا الاجتماع أو هذا الاختيار هذا في التارغيت إذا أنا هذه الشركات أريد أن أطلق لهم إشعار أو أريد أن يروا عندي خدمة الحملات الإعلانية لكن يجب أن تستبعد بعض أشخاص شكوناهم أستبعد الناس الذين يطلقون الإشعار يعني ستكتب هنا مثلا ثلاثين يوما ثلاثين دارد مثلا أو تسعين يوما كذلك ستعزل الشركات الوكالات الإعلان فتكتب بأجونس ماركوتينغ ووكالة ووكالة وكالة ما عرفت بالعربية هي وكالة إعلان إذا ندوء أستبعدهم ما يشوفونش الإشعارات ديالي لاحظوا إذا هذه هي الطريقة لأن نكتلق إشعار خدمة سواق الإلكتروني وانتها هذه الساعة كتكمل بقية المراحل الخاصة بك يعني كتجين هنا وكتحدد مثلا منشور اللي كان عندك في الصفحة مثلا استخدام منشور حالي وكتدير منشور اللي كان عندك في الصفحة وكتدير منشور اللي كان عندك في الصفحة الفيسبوك مثلا نختار هذا لاحظ وكتدير إضافة زر بمأنني اختارت أنا الترافيك فنقدر ندير مثلا الموقع موقع ديال إيزي مثلا لاحظ حسنا هو أكبر أو واتساب ولكن أفعل تغيير الواتساب بالنسبة لي فإن أريد استخدموا الكون والترافيك حسنا إذا كان هذه الطريقة للإطلاق لتسويق الإلكتروني للشركات على صفحة أي شيء جميل جدا إذا أعطيكم هذه الشهادة الدولية، ستتعاونكم في أنكم تتعاونوا واحد لكاتاروك ديلكم من تومة واحد لكاتاروك تقدم فيه الخدمات ديلكم، وأن عندك شهادة دولية في التسويق الإلكتروني وعندك تقوين من طرف أستاذ معتمد من طرف فيسبوك، هذا الشهادة يجعلك أنك تكون قوي في الخطاب ديلك قوي في التعامل مع الشركات لكي تخدم لهم حملات إعلانية إذا نشوف كذلك الخدمة ديلك وكالة أصفار، فنفس الشيء ستجعل هنا، ستكتب مثلاً وكالة أصفار مثلاً وكالة أصفار مثلاً، أو صفار أو تريب، أو لاحظة وكالات أصفار، هذه صورة، نستطيع أن نقوم بإمكاننا هذه المدينة مثلاً نستطيع أن نضع هنا، ونضع رحلة المراكش، ستجعل تصويرها في جوجل أعلم دينة مراكش، أو تجعل هنا ببساطة في العناصر، وتكتب مراكش، كنظن بأنكم تعلمت في المورة، تعلمت في المورة، تعلمت في المورة، ونضع مراكش هنا، لاحظوا، هذه مراكش، ونأتي نكتب هنا، مثلاً رحلة إلى مدينة مراكش، نقص حجم الخط، ونختاره يكون مثلاً في المنطقة الوسطة، ونختار شكل خط رائع، مثلاً نختار هذا الخط هذا، رحته، نقص تباعد ما بين الأسطر، أو ما بين الحروف، عفواً، رحلة إلى مدينة مراكش، ولونها كما أريد، ونزيد مثلاً هنا الثمن في هذه الرحلة مثلاً، نستطيع أن نذهب إلى العناصر، ونذهب إلى هنا الثمن، ونأخذ هذه مثلاً في هذه البلطة، لاحظوا، نستطيع أن نضع لونها مثلاً بلون أحمر، ونستطيع أن نكتب واحد تكست، مثلاً هذا الخصم هذا، نستطيع أن نضع هنا مثلاً، نستطيع أن نكتب واحد تكست، مثلاً، في هذه الرحلة، ونضع إلى هنا، ونقلب، هذا شيء بسيط، لا يحتاج إلى أن ترى ديزاينر الذي تأتي بشيء مثل Canva Pro، وأنت سيبتي مثلاً، تستطيع أن تلون هذه البلطة بشيء، لون جداً مثلاً، تستطيع لها حملة إعلانية، فبنسبة للحملات الإعلانية، كيف يجب أن نقوم بها؟ تمام، إذن، في وكالات الأصفار، تأتي إلى هذه البلطة، هذه أول حاجة، ممكن أن نقوم بعمل أحد أد ست، ستكون لدينا الناس الذين يجعلون هذا الموقع، لذلك، مثلاً، أفهم هذه في الفنادق، أما أنت تقوم بعمل أشخاص الذين يقومون في هذا الموقع، وإنت مثلاً من مدينة أجادير، منطلق للرحلة سيكون مثلاً من مدينة أجادير، إذن منطلق الرحلة سيكون من مدينة أجادير، ثم نحدد الفئة العمريية التي ستبش معي، وهذه الرحلة خاصة فقط بالفتيات أو الرجال أو الجنسين معاً، يعني، ممكن أن تتحدد، بعد ذلك، ستجد هنا في تارغتينغ، في تارغتينغ، وتتبدأ تحدد، تكتب فقط ببساطة كلمة سفر، أي سفر، لاحظة، يتكتب سفر متافرون، أنا أضغط لي على سفر هنا، وأضغط على اقتراحات، وأختار، أول حاجة، سياحة، عطلة، مسافرون دائمون، سفر وأنشطة ترفيهية، عطلة، هذه هم اللي ستبدأت، يعني، هذه التوجهات، الاهتمامات، 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 الناس المهتمين، وكذلك، إذا تلقيتها، احتف السلوكات، فأضغط على تصفح للناس اللي عندهم، هذا السلوك دي السفر، سفر، عودة من رحلة، الأشخاص كثيرو السفر المتنقلون، لكن يكون السلوك ديالهم، وليكن يكون السلوك ديالهم أنهم مسافرون، لذلك تعال إلى السفر، ثم السلوك، ثم، عفوا، تعال إلى تصفح، ثم السلوكيات، ثم سفر، واختار المسافرون الدائمون مثلاً، كما لاحطوا، أو المتنقلون، أو الأشخاص كثيرو السفر حول العالم، هذو الناس اللي جاوا من سفروا، ما ببادوا، هذو ما غادش نقدروا نديرهم، فالتاركتينج ديال الرحلة، واطلق عليها الإشعار، وطلق عليها، ونطفررغ لك الساعات، هذو تكون لديها، كان أعرف واحد الأخ كان، أو الأخت كان، كانت دياله، ما ببادت، جبت يوتيوبر، وعرضت عليه واحد الرحلة، كما تعرفون، يجبون أن يحصلوا على يوتيوبر، ولكن تجيبوا شيء يوتيوبر مشعور، واحد يوتيوبر مشعور، وعرضت عليه واحد رحلة مدفوعة التكاليف، يعني، ماكلة، الترنتبور، ما بيهت كل شيء، الشرط الوحيد انك تمشي معي في هذه الرحلة و تدير فلوغ هذا هو الشرط الوحيد تمشي معنا الرحلة و تدير فلوغ وكذلك تكون الإمكانية أن يديره تصويره في الفيش فذلك الأخت تجاد تضع تصويره في الفيش هنا ورحلة بحضور هذا الشخص وكذلك رحلة ثقافية يعود فيها التجربة في اليوتيوب وطلقت عليها إشهار وكانوا الناس المحبين لذلك اليوتيوب وكذلك الناس الذين يحبون السفر وبالتالي جمعات البروبي وهو كثير بزعف بل أنها اخذت ميني بيس آخر في البداية شرط غير واحد شرط غير واحد لذلك لديك فكرة ممكن أنك تخدم عليهم الوكلات التي يدعون الأصفار كثير بزعف ممكن فقط أن تذهب غير الفيسبوك وتقلب مثلا في البروبي وكتب عليهم وكتب عليهم أي شخص خدمة ميني بيس وكتب عليهم ويقول لي مثلا بأننا نريد أن نضمه واحد رحلة إلى مدينة مثلا بعيون بحضور مثلا الأقل الأسرين واحد لذلك سوف تكلفنا الرحلة إياه بوادها سوف يقول لك أعطيني البرنامج لكي أعرف المكان ذي التوقف وين سوف نمشي وليس سوف نمشي وغير المراكش لنوقف لا سوف نمشي في المراكش يعني الأماكن التي سوف نمشي لها لذلك سوف تساعد غايتك ذلك ذلك الثمن بناء عليه أنت تحدث ثمن الرحلة سوف ترى شارج لك وغايتخلي لك أنتعي الفلس العمل لك كمنظم رحلات فهذا نموذج لماذا فينا فهذا الحصار التكوينية فيما يتعلق بالخدمات كذلك أنصحكم أنكم تتأسوا موقع 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 للأجنس ماركوتينغ مثلا اسم ام اي ولن لأين أجنس موقع موقع لكم مثلا ترى شخص الخدمة هذه هذه موقع يحافظ على الهوية الهوية لك يبين الخدمة مثلا هذا الشخص يتلقي إشارات في الفيسبوك وفي جميع المنصات الإعلانية التي ترى هنا فممكن أنك ترى موقع بحلقة سهل هذا يجب تومبلايت هذه سهلة لا يحتاج أن تكون مبرمج لا يحتاج أن تكون مبرمج تعلم فقط ورد بريس ورد بريس ساعة المقنة أو ساعتين المقنة تعلم فيها ورد بريس بعد ذلك ستقلب على تومبلايت تومبلايت لذي 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 ممكن أنك تدير فيه وكالة تدير فيه وكالة لذي 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 وكالة وكالة تدير فيه ورد بريس ورد بريس وإن لذي ورد بريس وكالة تدير فيه ودكت وكالة فايفر مواقع بحل فايفر وتشوف الناس الذين يدعون الخدمة من الإعلان في تويتر أو في تيك توك وتشري عندهم ذلك الخدمة مثلاً يخلصك ذلك السيد كرجين تخلص الشخص هنا وتطلب منه أنه يدعون الخدمة تعليق صوتي إذا كنت مثلاً في العربيات تقدر تمشي الموقع الخمسات مثلاً معروف موقع الخمسات وبالعربية لاحظ خدمة تسويق إلكتروني أعمال تحليل إحصائي هذه هي خدمة تحليل الإحصائي الناس الذين تعرفون الخدمات خاصة بهم هذه هي خدمة هذه البرمجة يعني لا شيء بالضروري أنك تعرف إذا كنت لا تقوم بعمل ستقوم بعمل تقوم بعمل منتج احترافي لفديوهات تتعلم الفيديوهات تتعلم وتصنع رسوم متحركة التي تستطيع التعلم لأنك أدوب أنيمي ستقوم بعمل لأنك أدوب أنيمي كان هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك أن تستطيع هذه فقط تبيع المقالات تكتب مقالات علمية وتعرف الناس الذين يجعلون مقالات علمية مجموعة من اللغات وكان هناك الكثير من الخدمات فقط تختار التصنيف الذي تريده تطلب منك أن يعمل خدمة أو أنت لم تجدها فتأتي هنا وتضع طلبات الخدمات غير موجودة وتكتب هذه الخدمة تحتاج مثلاً لشخص يفك تشفير ملف ملف بx لذلك أقول لكم هذه الخدمة لم أعرف ما له كنت أقوم بعمل خدمة فمثلاً طلبت خدمات غير موجودة وانت تبدأ تكتبها مثلاً بأنني أستعمل برنامج وكذا وكذا وحتاجت شخص لفكليه وحميله ومشفر في الكود لكي نكمل بروجيته من بعد راجعت هذه السياسات ونشر مقابل 10 دولار أو 3 دولار أو 5 دولار وغيرها إذا نكتفي بهذا القدر في الحصة لدي سؤال يتفضل هل لدي سؤال يتفضل هل لدي سؤال يتفضل سؤال 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 بالنسبة ل هذا الناس لدي دوراتك ومع ذلك كيف تنتهب فيديو كيف تنتهب رسم هذا موقع خدمات هذا مواقع خدمات هذا مواقع خدمات تقدم فيهم إذا كنت تعرف شيئاً مثلاً تعرف فيسبوك أدس يأتي لك خدمة لأنك أضيف خدمة ودع مثلاً أقدم لك خدمة إعلانات في فيسبوك هذا موقع تقدم فيها خدمات ودعون سراء ويأتي لك أن تتطلق لي أخي نفس الشيء بالنسبة لفايفر مستقل سأعطيكم فورماسيون 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 طلبتها من إزينو لكي تشاهدونها شكراً شكراً سأعطيكم تعلموني أو تخدمون فيها خاصة أن تتعلم مع أرادية للتسويق الإلكتروني هذه سأعطيكم في الجروب طلبت إزينو لكي تكون لكم مجاناً خذوها وتعلموا فايفر وتعلموا خامسات وبدأوا أن تتطلقوا من أرادية للتسويق الإلكتروني لا تعتمدوا على التجارة الإلكترونية لأنه ممكن أن تعتمدوا على التجارة الإلكترونية وسأتعمل في واحدة بروضوية هذا بروضوية ستحرق ستسالة نسبة الطلب عليه فهذه الوقت أنت تقلب على بروضوية لا تكون وقفة يجب أن تكون خدام فيه هاجر يعني المصادر الربح متعددة تمام؟ شكرا جزي نعم سؤال آخر من أحد ستسجل هذه الحصة سيعمار ستسجل هذه الحصة كيف حالكم؟ شكرا جزي شكرا جزي شكرا جزي كان هناك سؤال آخر؟ تمام شكرا جزي إذاً الحصة المقبلة تكون مرة العيد لكن انا اريد لكم فيديو مع تمرين لأنكم تصيبوا موقع إلكتروني ومن بعد ذلك سوف نقوم بإمكانكم بشاشة هذه الطريقة الذين يريدون موقعه لكي نرى إذا كان هناك إغارات في الموقع ونصحوا لي بشكل طبيعي فالضغط على هذه البلاثة لكم هذه البلاثة ونقوم بشاشة ونقوم بشاشة ونقوم بشاشة ونقوم بشاشة ونقوم بشاشة ونقوم بشكل طبيعي ونقوم بشكل يدوي خاصة أن الأغلب يتعجز لأنك تخلق من يد أشخاص يسهل لنا أنا نقوم بشاشة ونقوم بشاشة لكي يكون لديه موقع إلكتروني سواء كان موقع أو سميتو ممكن نقوم بشاشة ممكن نقوم بشاشة ممكن في فوق وكي أفضل وكان شوبي فاي يبقى شوبي فاي وكي أفضل وكي أفضل شخصياً وكي أفضل وكي أفضل وكي أفضل وكي أفضل وكي أفضل أفضل وكي أفضل نحن بشوت ومشيئة التوتيجات وهو أن النوار التوتيجات في التوتيجات لا يستطيع أخذ من الأشياء تجعل الإصدار و تصبح من الموقع أصبح لكن هناك في الصورة الإمراس و يتم إخذها الإمراس و يمكن أن تسحب تشغيل فبور لأنه لا يحدث فبور و يمكن أن تدخل ثلاث نبيع أو ثلاثين نبيعات في السنة و يمكننا أن تصبح من الأقل و يمكنًا أن تصبح من الأقل عشر المبيعات في كل مبيعات حسب انتياع عشر المبيعات خلالها وضربها في 30 يوم بحلالك تشريع أنه صرب 400 درام أو 500 درام يمكنه أن يكون مناسب لكم مع علامة كبال يمكنك تحرك بيه تنجر الكتروني لكن عندما يجب أن تدخلوا الشيطان و تبيع سيارة أخياتها وو كوميرس وثير مبيعاته 150 درام في الشهر كانت بكامر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة